عايز وقاليك شغلة بص بيك وتكسب على اقل الفين دولار شهريا انت في المكان الصحب السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بوم تيك في الفيديو ده انا هعرفك على موقع صادق ورهيب بمعنى الكلمة الموقع بيديك شغلة حقيقي انت بتشتغل شغلة حقيقي براتب شهري لكن طبعا الرياتب ده بتغير على حسب شغلك انت وعلى حسب جهدك انت الموضوع بسيط جدا في الموقع ده ولكن الموقع ده في بعض الشروط اللي لازم انت تعملها عشان يقبلوك في الموقع او عشان تبدأ الشغل في الموقع الشغل في الموقع سهل جدا انا هفهمك الشروط وايه هو الموقع وازاي بنشتغل فيه وهفهمك كل حاجة تمام اول حاجة بتعمل لايك الفيديو وسبسكراب بالقناة عشان نوصل تلاتلاح مشترك اه قبل نهاية الشهر ده تاني حاجة تماما الفيديو ده الاخر عشان الفيديو ده هيفيدك جدا تمام الموقع اسمه يعني ايه في حاجة اسمها وحاجة اسمها يعني يعني مسلا انت بتشتغل دكتور فانت طول وقت انت الدكتور اما يعني انت بتشتغل كاز جغلانة اه مسلا الصبح بتهم لاستمرات بالسكرتير كده بالشكل ده تمام اما ان انت بتشتغل طول الوقت مسلا المهندس طول الوقت الدكتور كده. طمام? دس يعني افهمك معنى الكلمة اه. طيب ايه هو الشغل وايه نوعية الشغل? نوعية الشغل هنا انك بتملأ استمرات او بتملأ اللي هو استطلعات واستبيانات. طيب الناس كلها دلوقتي هتوقف الفيديو وممكن تخرج. قبل ان تخرج الفيديو انا عارف ان الموضوع الاستبيانات ده ما بيكسبش فلوس. والموضوع هو واحش وانا فاهم كل ده يا جماعة وعارف ان الناس كلها مجربة كتير قوي موضوع الاستبيانات ده وعارف ان هو بيكسبش فلوس. لكن مع الموقع ده هتغير رأيك تماما. الموقع ده مختلف تماما. طيب هنفع مع واحدة ليه? اولا الموقع مصداقيته عالية جدا. انا معيش اثبات ده. طمام لكن مش هقولك دور او بتاع. انا رب بس اكتف في جوجل اكتف جوجل. اثبات دفع بس اكتب كده. هتلاقي خمسين مقالة لخمسين اثبات دفع مختلف بالناس مختلفة. عشان بس الناس اللي تقول لي انت بسحبتش منه. انا انت هتفهم ليه انا بسحبتش منه. وهتفهم كل حي دلوقتي. طيب. يبقى احنا عارفنا ايه نوعية الشغل هي انك هتملق استبيانات. الاستبيانات ده هتجل لك ازاي? هتجل لك عن طريق الايميل بتاعك. انت بتسجل عن ط الاستبيان الواحد بكم? بدولار اتنين دولار خمسة دولار. وبيوصل لعشرة دولار وساعات بيوصل لعشرين دولار. انت ممكن تحقق يوميا من المواقع ده خمسين دولار وانت قاعد في البيت مستريح. وكلام حقيقي. وكل حاجة حقيقة في المواقع ده شباب. يعني بصوا. المواقع ده حقيقي مية في المية. ايوا انت ممكن تحقق خمسين دولار في اليوم. ايوا انت ممكن في الشهر تحقق تلات تلاف دولار. ايوا بالزبط. ممكن تحقق في الشهر تلات تلاف دولار من المواقع د ومس دقيقته عالية جدا جدا جدا. تمام? ترتيب المواقع ممتاز جدا مية اربعة ومين الف تقريبا. تمام? مية اربعة ومين الف وين خمسة الاف على مصر. موقع ممتاز جدا يا شباب وكل حاجة في حالة. طيب قبل ما نبدأ في شرح الشروط بتاعت المواقع اللي انا شايفها الصراحة صعبة شوية على بعض الناس ولكن خلالي نشرح الاول ازاي نسجل في المواقع. اول حاجة تعمل ربيستر ناو. هتلاقي معاك الوجهة دي. تمام? هنا تحط اسمك. هتحط الانوان. الانوان مرة تانية. او يعني لو في اي حجم في الانوان تانية انت عايز تكتبها. او ممكن تحط هنا البلد وهنا البلد وهنا البلد برضو زي ما عملت يعني. هنا تحط برضو نفس البلد عادي. هنا تحط البوست كود بتاعك. مش لازم ببقى صح. هنا تحط البلد. هنا تحط الايميل. تعيد الايميل. باسورد وتعيد الباسورد. وقتكلا تقوله هنا yes. are you human? يعني انت بشري. قوله yes. وتعملها submit to register. وبعد كده هيبعت لك اه رسالة على الايميل بتاعك. اللي انت سجلت بي طبعا. وهي فيها رقم. هتحطه في مكان هيدغولك دلوقتي. وبس. وكده يتم التسجيل. طيب. تعالي كان نقرأ اللي في الجنب ده شباب. بصوا شباب. هنا بيقول لك. انا فهمت يعني الموضوع ده كله حقيقي. تمام? ولكن في حاجات كده مش حقيقية. تمام? اول حاجة بيديك عشر دولار. اول ما انت بتسجل كبونس. تمام? اما بتسجل كبونس بيديك عشرة دولار. تمام? اه المملكة تستحب هو اربعين دولار. ممكن تسحب عن طريق بي بال وشيك وحساب باك البنكي وآ اللي هو بنك ترانسفير اللي هو تنقل عن طريق آآ موبايل حاجات زي كده يعني. مهم احنا يعملنا البي بال طبعا. والحاجات دي. طيب طمام. نيجي هنا بقى عند تسجيل الدخول. نقوله واتكتب بالاميل والباسورد قل له. تمام? دخلنا. ما دخلكش على الشغل ما دخلكش على اي حاجة ولا دخلك على اي حاجة من الحاجات دي. تمام? هو دخلك هنا على رابط الرفرال بتاعك. طيب نفهم بقى الموضوع ونفق ما الشروط اللي بتاعة الموقع عشان نسجل فيه وعشان نكسب منه فلوس كويسة جدا ونستغل عن كل طرق الربح الانترنت مع الواقع ده. طيب هنركز فيه? اول الحاجة. اهو بدك رابط الرفرال عشان انت هلازم لازم تجيب تلتمية شخص يسجلو تحتيك من الرابط بتاعك. تقدر بقى تتشقلب. تحط رابط بتاعك في كل منتدات تحط رابط بتاعك في جروبات في صفح في كل حاجة. ابداع. كناوت يوتيوب تعمل اي حاجة. لكن ده لازم ده حاجة لازم تعملها. انا كنت قلت النهاردة منفروض حلقة ربحة السريح ولكن الموقع ده احسن من اي حاجة لها دولار او اتنين دولار في اليوم لأ. موقع ما بتلعب على الموقع ده وبتكسب من الفلوس كويسة. صدقني هيبقى الموضوع حلو جدا معك. طيب تمام? نراكز كما بعض. يبدأ رابط الرفرال بتاعك. بتحط في المنتدات. قناوت اليوتيوب. تعمل كل حاجة عشان تجيب ناس تسجل من تحتيك. طبعا انا بتختار ترقوة الدفع هتلع عندك البيبل تحط اعمل البيبل مش اكتر. يبقى اربعين دولار. اربعين دولار انت بتاخد على كل واحد عشرة سنت. يعني انت لازم تجيب ربعمائة شخص وكل شخص هيديك عشرة سنت فانت هتجيبها اربعين دولار. بما انه اديك عشرة دولار كده كده يبقى انت محتاج تلاتين دولار. يبقى انت كده محتاج تلتمائة شخص. تمام? تمام. بعد كده يا شباب بعد ما نجيب تلتمائة شخص جيبنا تلتمائة شخص. اللي بيحصل. كل ريفرال واحد بس بيجي بعد ما انت بتبدأ شغل في المواقع. كل واحد بس بيشتغل او بيخش عن طريق بتاعك. انت بتاخد منه عشرة دولار. عشرة دولار. عن ال الواحد. لكن بعد ما تبدأ تسجيل. يعني بعد ما تبدأ شغل في المواقع ويتجيب التلتمية انت لازم اي بعد كده هيديك عشرة دولار. ده الليفل التاني في هنا في اتنين الليفل. الليفل اولان هو عشر سن. الليفل التاني هو عشرة دولار. يعني ربع وتسحب اربعين دولار بشكل مباشر. صدقوا يا شباب ايوة انا بقول لك صدق. كل الناس متابعين قناة مستربون تيك صدقوا. الموضوع كله حقيقي. ما فيش اي حد هيتحك عليك في موقع زي ده. موقع الصادق مية في المية. فيش اي حد قلق قبل كده نضع الصاب. موقع ممتاز جدا. صعبة شوية تلتمية ريفرال. لكن احنا قدها. نظر نجيب تلتمية ريفرال عادي جدا. وان شاء الله انا لو جيبت تلتمية ريفرال دول هسيب ليك رابط الريفرال اسفل فيديو. وهسيب ليك رابط تاني مش ريفرال. بحس يعني الناس اللي عايز سجل من خلالي او اللي مش عايز سجل من خلالي. كل ده يعني برحتك انت. تلتمية ريفرال يا جماعة مش صعبة. انك تجيب تلتمية ريفرال ما تصعبش الموضوع عن نفسك. على الاقل تجيبهم في شهر. تجيبهم في اسبوعين. ثلاث اسابيع. لكن ممكن تجيبهم مش مستحيلة. تمام? تعمل الفيديو على اليوتيوب وتعمل ترويج. تعمل اي حاجة حاول تجيب التلتمية ريفرال. عشان تبدأ شغل في الموقع ده. موقع ممتاز جدا يا شباب. اتمنى انتو تشتغلوا فيه وان شاء الله تكسبوا من فرد كويس. تاني مرة مش هقول لك انه مش هجيب لك اسبات دفع في الموقع. ولكن في مليار اسبات دفع على جوجل وعلى المنتدات. مش من جوجل لا من المنتدات نفسها. الناس كتير ناشر اسبات دفع في الموقع ده. فموقع هنا. زي ما نشايف انا طبعا معي عشرة دولار بتاع التسجيل. تمام? وطبعا بتاخد فلوس من عشرة سنت لما يوصلوا لي اربعين دولار هتسحبهم. اول ما تسحبهم كده انت بدأت شغلت في الموقع بشكل مباشر. تمام? اتمنى الناس اللي اشتغلت في الموقع ده قبل كده وفي القناة مستر بومتك اتمنى يكلموني. ويقول لي ايه تجربتهم في الموقع او ينشروا تجربتهم في الموقع في الجروب. او ينشروا تجربتهم في موقع اسفل الفيديو ده في الكمنتات او يقول لي لو تجربتهم ايه اللي حصل معا في الموقع يعني اتمنى ان اعرف حاجات كتير عن الموقع ده. هنا طبعا لو عايزة تحط اه اللي هو ترليس الدفع بتضغط على دي. وبعد كلا بتقول له عايزة تفعط عن طريق البيبال ولا الفيزا. تقول له البيبال. وتحط البيبال بتاعك وعادي جدا وخلاص. بس وتحط رقم نوباي. بس هو ده اللي بيعمل معنا. وبس كده اتمنى يكون الفيديو ده اعجبكو. اتمنى انك تعمل لايك الفيديو وسبسكرايب بقناة لان كنت او مرة تشوف حلقات مستر بومتك. ويا ريت لو نقدر نوصل الفيديو ده لمية عشرين لايك. مية وعشرين لايك. مش صعبة وميس سهلة برضو انا عارف. بيوصل الفيديو لالف مشاهدة والفيديو عليه تمانين لايك سبعين لايك. لا يا شباب كل واحد شوف الفيديو ده يعمل لايك الفيديو. اتمنى يعني الموضوع مش صعب بخلص على الناس اللي بتتفرج على مستر بومتك. بالرجال بتوع مستر بومتك. اتمنى كل واحد بشوف فيديو ده يعمل لايك الفيديو. كان معكم مصطفى انكرت مستر بومتك. واتمنى مرة تاني انك توصلوني تلتلاف مشترج ابي نهاية الشهر ده. كان معكم مصطفى انكرت مستر بومتك. شوفك شوفك الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.